طيب يا سيدي الحوثي في البحر الأحمر ومغامرته في إقلاق الملاحة الدولية وقناة السويس واستدعاء أمريكا وبريطانيا وإسرائيل يقاتلوا في اليمن ويقصفوا في اليمن ما تأثيرات هذا الجنون الحوثي في البحر الأحمر على اقتصاد الدول العربية المحيطة بنا وحتى بالمصالح الدولية تأثيرات كبيرة بالتأكيد يعني هناك الكثير من التقارير والحساعات بالذات الدول المشاطئة للبحر الأحمر اليمن على رأس هذه الدول والتأثيرات في ارتفاع أسعار التأمينات على السفون القادمة إلى البحر الأحمر أو اللي تمور من البحر الأحمر طبعا أديك مثال بسيط يعني ما يسمى بالوار ريسك انشورنس يعني التأمين على مخاطر الحرب يعني هذا في ديسمبر السنة الماضية كان تقريبا يعني عادة يحسب بفاصل 0.3% من قيمة السفينة يعني عادة كان 39 ألف دولار تقريبا على سفينة تكون مثلا قيمتها 125 ألف دولار فالتأمين هذا ارتفع من 39 ألف دولار إلى الآن وصل إلى مليون ومئتين ألف دولار تخيل الفارق في التأمين هذا قفز من 0.03% إلى 1% من قيمة السفينة فحنا بنتكلم على مليون ومئتين وخمسين ألف مقارنة من 29 ألف من يدفع هذا القيمة؟ المستهلك في كل هذه الدول وفي الدول التي تمر عبر السفن عبر البحر الأحمر إليها طبعا شاهدنا إحصائيات من قناة السويس مثلا أنه في أول شهرين من 2024 كان في 50% انخفاض في الحركة مقارنة بالشهرين نفسهم في 2023 طبعا موانئ في إسرائيل طبعا تأثرت أيضا ميناء إيلات يعني أعلن إغلاقه يعني قد له الآن ثمانية شهر مقفل ولا يعمل أيضا العقبة في الأردن ميناء العقبة يعني يواجه تحديات كبيرة والأردن أعلنت أكثر من مرة وتحاول أن تتعامل معها فهناك تأثيرات يعني كان فيه تقرير يعني يقدر أنه إذا استمرت إلى نهاية السنة الدول المشاطئة هذه للبحر الأحمر ستخسر ما يوازي 1% من الناتج المحل الإجمالي فالدول متأثرة العالم أيضا يعني متأثر لأنه هذه سلاسل إمدادات مرتبطة في تعديلات حصلات المسارات الأخرى التي حصلت فيها يعني يقدر أنه يمكن نصف المئة زيادة في أسعار السلاع العالمية في العالم كامل أوروبا متأثرة أكثر من أمريكا بالتأكيد لأنه المسار كان إلى أوروبا هو الرئيسي عبر البحر الأحمر هل تتصور أو تتوقع أن هناك مسافة قريبة لنهاية الحرب في اليمن أم أنه لا مجال لنصدق الحديث عن إعادة الإعمار لليمن بعد الحرب طالما أن الحرب أصلاً لن تنتهي والله الوضع الآن لا يدعو للتفاعل أنا في تقديري وهي ليست دعوة للتشاؤم وإنما دعوة للوقوف بمسؤولية من قبل اليمنين بالذات الوضع الدولي والإقليمي يزداد تعقيداً يعني الآن العالم انصرف اهتمامه انصرف كان من قبل هناك تركيز لا بأس به أنه لا بد من الوصول للسلام لا بد من كذا لا بد كذا تركيز على اليمن أيضاً الدعم الإنساني لكن الآن كل الدعم الإنساني انخفض بشكل كبير جداً في السنة الماضية وهذه السنة لأنه خلاص انصرف اهتمام العالم إلى أماكن أخرى العالم الآن مهتم بالاشتعال في المنطقة والإقليم أكثر من اهتمامه فقط بما كان العملية السياسية في اليمن فلا بد أن نحن كيمنيين يعني لابد أن نستوعب هذه المسؤولية ونقف إلى المسؤولين الخبراء الاقتصاديين في العالم المعنيين بالملف اليمني والمختصين بملف اليمن ما هي أهم نصيحة يمكن أن تقدم لأطراف الصراع في اليمن من الشرعية إلى الحوثي إلى الانتقال إلى أي طرف يريد أن يكون ضمن أمراء الحرب أعتقد أهم نصيحة أنه لا يمكن أن تعتقد أنك ستنجح دون الآخرين بمعنى أنه الإجراءات التي تعتقد أنها ستضر بالآخر هي في الأخير أيضا ستضر بالمواطنين الموجودين عندك وتحت سلطتك وفي مناطقك وكذا بمعنى إذا استطعنا تجنيب التصعيد الاقتصادي والسلبي على الأقل يعني هناك مستوى معين يمكن الوصول إليه بحيث أن نحن نركز على أن المواطن لا يتضرر وبعدا في أشياء أخرى ممكن نلعب فيها ونضغط فيها لكن المواطن لا يتضرر أعتقد هذه أهم نصيحة نسمعها دائما أنه لنحاول أن نخفض التصعيد الاقتصادي لمصلحة المواطن المواطن في اليمن كامل من عدن إلى صعدة إلى المهرة إلى الحديدة يا رجل الصراع قائم على صراخ المواطن يعني استخدام المواطن وأوجاع المواطن أهم كارت تستخدمه الأطراف في الصراعات أنت قلت أيش النصيحة التي نقدمها لهم هذه النصيحة التي تقدمهم ليست مقبولة يا سيدي ليست مفهومة لا أعتقد أنه لا مش مقبولة أنا ما أعتقد أنه يعني مرة أخرى عند الحديث الخاص على الأقل يعني لا يوجد أحد مسؤول يعني سيصر أنه لا نحن نريد أن نزيد من معاناة المواطنين ونستفيد من صراخهم ونؤلب يعني هذا غير مقبول ترجمة نانسي قنقر